فنان محمد منير يعتبر أبويا يبقى ابن خاله وأمي باتخالته طبعاً أنا صغير فأقول ابتدائي تاني ابتدائي كان بيجي لنا البيت فأسرت بيه فأشوف التلفزيون عطيته زي مسأل أعلى ليه من الطفولة فبقيت أحب أغنيله من الصغار جت إزاي بقى المزيكة النوبية الجماعة الكنوز ناخدين الجنب الضفة الغربية اللي من غرب النيل هتبتديها من أول قسنا الشراونة كل الغرب النيل ده كلها منطقة الكنوز الفجكة اختاروا هم من الضفة اللي هي الشرقية يعني هتلاقي حتى نصر النوبة التهجير كله من اليمين الفجكة تعتمد على اللي هي السلم الخماسي اللي احنا مرتبطين ارتباط مع السودان لأن احنا يعتبر جزء واحد الفرق ما بين الدف النوبي مبدئيا والدف العربي يعني الدفة ألة مستخدمة وكثير قوي في أسوال واضطار برضو اللي هو الكبير بتاع الستات ده نفس المدرسة أولا الدفة على فكرة موجود من أيام الإسلام لو تفتكر انت لما كان الرسول لما عاجل من مكة للمدينة طلع البدر علينا كان بيت عزب بالدفوف فمن هنا لأن الدفة ألة طبيعية دي الإطار ده الدايرة دي بتبقى خشب وهو ده صناعي أنا بتكلم عن الدفة الطبيعية التانية بيكون مشدود بجلد جلد المعز أو جلد خروف بتشد عادي الأقعاد بقى بتفرج فيه فيه اللي هو النوبي بيبقى زي كده السوداني زي كده مثلا كده زي شفت انت السيرة والجماعة البشرية والأحبابتها زي كده كمان يعني دخل العود وبقى كتير وبقى لين العود ده بقى ليه قصة يمينة العود على فكرة هو يعتبر ابن الطنبور عزفين العود طبعا في الفن النوبي حمزة علاء الدين وأحمد منيب وحج فكر الكاشف وحج ذهب ناس كثيرة دول أسد زد آلة العود كان بيدرس كمان حمزة علاء الدين حمزة علاء الدين أصلا سافر برا عمل الدكتوراه في المزيج خاصة في آلة العود ودرس هناك كان دكتور هناك في فرنسا وفي ألمانيا وفي أزبانيا وفي اليابان والوحيد الفنان النوبي الوحيد اللي أضاف العود طبعا خمس أوطار الوحيد اللي أضاف الوطر السادس اللي هو تحس ان العود بيتكلم أو بيغني مش مزيكة وتحس برضه ان فيه اكيني فيه إقاع معه لمزة الوطر السادس